السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعر الدرور اليوم في البنوك في السوق السوداء. اه تبقى لجريد النبأ سجل سعر الدرور اليوم خلال التعملات الرسمية في البنك الاهلي المصري وفي بنك مص تلاتين جنيه خمسة وسبعين ارش للشراء. وتلاتين جنيه خمسة واتعمين ارش بالبيع. اه بينما سجل في سعر في البنكة تجار الدولي بسعر تلاتين جنيه خمسة واتعمين ارش للشراء. وتلاتين جنيه خمسة واتعمين ارش بالبيع. اما بالنسبة للسعر الدرور اليوم في بنك الاسكندريا سجغل 30 جنياً خمس وعتممين جرش بتنسبة الشراء وتلاتين جنياً خمس وعتممين جرش تلاتين جنياً بلف嗎 يقطع المستخدم في shocked book 30 جنياً خمس وعتممين جرش إلى الشراء وتلاتين جنياً ٩٧ إلشتري uh في حين وصل سعر البلاقي لخمس وتعممين جرش Erfol Harp الإسباب الممكن المركزه المصري فسجغل سعر دولن أua ك Malaysia تلاتين جنيه تلاتة وتعمين ارش للشراء وتلاتين جنيه خمسة وتعين ارش بالنسبة للبيع. يعني ايجي باع السعر الدولة في السودة فسجل اه اتفاع ملحوظ اتفاع كبير. اه فسجل ما بين تلاتة اه تلاتة وخمسين جنيه ومستحين ارش. الى اربعة وخمسين جنيه بالنسبة للشراء. اما بالنسبة للبيع فسجل من اربعة وخمسين جنيه وعشرين ارش. الى اربعة وخمسين جنيه وتلاتين ده كان سهل دولار اليوم نبكى لجريد النبأ اشكركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته